اشتركوا في القناة وهنتكلم عن قانون الاحوال الشخصية الجديد وتأثيره على المرأة وعلى الاسرة عامة وهنتكلم كمان عن شعور بالوحدة وتأثيره علينا كلنا وعن التربية وتربية الولاد وهنتكلم عن التفرقة بين الولاد اللي خاصة كلنا بنغلط في الغلطة دي لما نيجي نتكلم عن الاخلاق والنبل كان بيظهر كلمة الفارس العربي لأن العرب اتميزوا في أخلاقهم ودلوقتي في شبابنا الجديد والجيل الجديد اللي ماشي يطالع بيدور على الأخلاق بيدور على القيم بيدور على المسل ابتدى يبص عليها وسط المشاهير ونجوم السينما وجايز كلنا واخدين بنا أو نفتكر أحد لعيب الكرة أو هنقول إيه لعيب الكرة الأشهر كريستيانو رونالدو في المؤتمر الصحفي أما بعد مشروب من قدامه وحط إزاز ترمية وابتدى يشربها الشركة دي خسرت ملايين الجنيهات لمجرد أن هو عمل كده الشباب بيدور على القدوة بيدور على المسل الأعلى بصراحة الإعلامية داليا أحمد فكرت فكرة حلوقوية وعملت دورة أولى المهرجان باسم فارس العرب المهرجان دوت اختار الشاب اللي بيتميز بهذه الأخلاق حضر المهرجان السيناريست محمد الغيتي والموسيقار الكبير هاني شنودة ودكتور أحمد سحاب وكل من الإعلامي شريف عبد الوايب ومحمد أبو العيلة المهرجان دوت نظامته شركة سيزون فور إيفنس وتضمن اختيار الشاب بيتميز بهذه الأخلاق إيه رأيكم؟ نتفرج على التقرير ده ونرجع تاني اليوم بداية لتحقيق حلم راودني كثيراً ليصبح على أرض الواقع بفضل الله عز وجل وبقوة الإرادة والعزيمة والعمل وصلت إلى بر الأمان وكانت رحلة شاقة ومليئة بالصعوبات ولكن وصلت أخيراً إلى الكنز ألا وهو أنتم وجودكم معي اليوم هو الكنز الحقيقي ساعدني القليل أحبطني الكثير أشكرهم لأنهم زادوني إسراراً وتحدي على النجاح لذلك قررت تنظيم مهرجان فارس العرب على شكل برنامج مصابقات تلفزيوني لإعادة مفهوم الرجل الشرقي لدى عقول الشباب وهدفي تغيير الشباب للأفضل حقيقة أنا عضو لجنة التحكيم فارس العرب مع رجان بيستهدف الأخلاقيات بيستهدف بنا الإنسان إزاي يكون عندك ابنك أو نقول لغاية سن 18 أو حتى 20 إزاي عارف أخلاق الأخلاق العربية الأصيلة إزاي عارف دينه إزاي مهتم بجسمه واهتمامه بجسمه برشقته بليقته هتخليه طبعاً بعيد عن التدخين وبعيد عن أي مكيفات ممكن تدمر مستقبله وجهة نظر فارس العرب إنه هيعمل مسابقة تختار أحسن حد في المجالات دي كلها حتى المجال الثقافة العامة والتعليم الهدف هدف سامي هدف الدولة كلها بتبصله وتدور عليه إزاي يكون عندك راجل بكرة أو الشاب بتاع بكرة في أحسن حال مهرجان فارس العرب في كريتي والله الحمد تم تنفذها إن شاء الله السنة دي أول دورة لنا في المهرجان والنهاردة أول فعالية لنا اللي هي المؤتمر إن شاء الله بعد كده في فعاليات كتيرة للمهرجان مهرجان على شكل مسابقة لاختيار رجل يتمتع بصفات عربية أصيلة أول دورة له من أرض الكنانة أرض مصر الحبيبة فحي الشعب المصري أجمل شعوب العالم بعد كده إلى كل العالم إن شاء الله بس النهاردة المؤتمر وهو الفعالية الأولى سيكون به العديد من رجال الأعمال والعالمين والصحفين ويستم تكايم رموز نعتبرها من وجهة نظر إدارة المهرجان أنها تمثل الرجل والفارس العربي بالنجاح وبالتفاوق أيضا دعوة اليوم إننا بدأوا الشباب إن شاء الله إن هم يشاركوا معنا في مهرجان فارس العرب معنا هتحقق حلمك معنا هتحقق حدفك هتأخذ لقف فارس العرب هتغير مفهوم حياتك وحتى لو أنت ما عندكش الصفات العربية الأصيلة ندعوك أن أنت تغير نفسك وتكون على قدر من الوعي والثقافة علشان تبقى معنا إن شاء الله في الدورات الأخرى هي إن شاء الله الدورة الجاية بإذن الله هتكون في دبي وطني الثاني في دولة الإمارات بحي شعب الإمارات شعبا وحكومة أيضا وإن شاء الله بعد ذلك إلى كل الدول العربية ورجعت لكم بعد الفاصل الموضوع موضوع سخن وجديد وناس كتير بتدور عليه وعايزة تفهمه سمعنا عن قانون الأحوال الشخصية الجديد قانون تعبار عن إيه؟ وهل الهدف منه راحت المرأة أو استقرارها النفسي ولا لا؟ وتأثيره وتبعياته على الأسرة المصرية؟ ده اللي هيكلمنا عليه النهاردة ضيفي دكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية أهلا بيك أهلا بيك يا دكتورة منورة منورني يا دكتور وليد دايما إيه رأيك في قانون الأحوال الشخصية الجديد؟ هو بصفة عامة أي قانون بيسن المفهود الهدف منه الصلاح المواطنين حضرتك تفضلتي مشكورة وقلتي هل هو الهدف منه إراحة المرأة؟ بقى إراحة المرأة والطفل والزوج وأهل الاتنين لأن في حالة حدوث أي خلافات أو مشاكل بتعوق الحياة الأسرية الأهالي هي اللي بتتعب مش طرفي العلاقة الزوجية وبس فده أي قانون في العالم بيكون هدفه كده قواني الأحوال الشخصية بمفهومها الأديم كان مفهومها كده وكان بتستهدف ده الممرسة العملية وتطور المجتمعات وكبر حجم الناس دلوقتي وطبيعة الخلافات المستجدة والمشاكل اللي مش قادرين نحصرها بالقانون الأديم كل ده فرض علينا إن لازم يبقى فيه قانون ينظم العلاقة الأسرية من إله وفق معطيات العصر للأسف ده كانش حد يقدر يمد يده فيه يعني عارفة كان عيش ده ببير يعني اللي يدخل فيه صعبة قوي كويس إن فيه إرادة دلوقتي في مصر إرادة سياسية قادرة إن هي تواجه ده من القوة بمكان يعني تقضي إدها فيه وتعمل إعادة صياغة لمفهوم العلاقة الأسرية ده ليه؟ لأن الواقع بيفرض نفسه الواقع بيقول إن كل دي يقتنوا منصف مصر في حالة طلاق يعني أنا ستسأليني دلوقتي عندنا كم حالة طلاق لو قبل ما حضرت تطلع على الهوى في البرنامج كان رقم ودلوقتي يبقى رقم تاني زاد فشوفي مشاكل بتبقى عاملة إزاي الجميل في قانون الأحوال الشخصية الجديد إنه هو بيتعامل مع المشكلات المجتمعية المعاصرة إنه بيتعامل معها من أول السطر من الوقاية وده أول قانون يوسن في العلاقات الأسرية يبقى فيه الوقاية حير من العلاج طبعا فعلى سبيل المثال القانون بينص عليه أو المقترح بتاعه لأنه لسه لم ينصه لحد النهاردة قاله يستوجب على كل اللي عاوز يجوز إنه يروح يعمل تحليم مخدرات طبعا الكل يعلم طبعا خطورة المخدرات حجم انتشارها قد إيه النزول بسن متعاطيها تنوعها بقى عامل إزاي ما بقاش دلوقتي مجرد مخدرات تعمل مشاكل نفسية بسيطة اللي بتؤدي للقتل والعنف الآخر الكلام ده كله فمن حق الطرفين كل واحد يشوف التاني ويقرر في النهاية يعني هو التحليل بيطلع وكل واحد ياخد قراره هو حر هو حر طبعا أنا متقبلاك كده ولا لا اللي عاوزة بقى تعاني من عقدة عطيل أو الغيرة المرضية إنه جزها يفسر أي سلوك ليها بصورة جراء أخلاقية فيضربها ويعنفها ويهنها عشان خطر هو متعاطي هي حرة اللي عاوزة جزها يبيع دهابها ويبيع شبكتها ويرهن عفش البيت ويكتب إصالات أمانة ويتاخد عليه أحكام ويبقى يعد مستخبي برضو هي حرة اللي عاوزة جزها طبعا اللي عاوزة جزها يبقى يعدونها هي حرة اللي عاوزة ما يصرفش على الولاد عشان الكيف وعشان ياخد الخط هي حرة عادوك مرماطي بس انت حرة بالزبط اللي عاوزة يجيب صحابه ويعودوا وياخدوا الكيف عندها في البيت ويتحرش بها جنسيا هي حرة يعني القانون هنا بيشاور بيقول كل واحد هو حر بس لازم يبقوا شايفين بعض وده حتة مهمة قوي فقال وجوب تحليل المخدرات وجوب الكشف المبكر وده حتة مهمة قوي ان الأمراض الموروصة سواء هنا أو هنا يعني احنا حتى من ناحة النفسية لقينا ان في بعض الناس عندها تفارات فوق الجينية بتؤدي الأمراض نفسية موروصة زي الفصام على سبيل المثال زي التوحد وحضرتك طبعا عرفة احصائية التوحد قد ايه موجودة في مصر زي التراب صنائي الخطب يعني فيه أمراض نفسية بتكون موروصة من قبل احد الولدين او قبل 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 وقبل 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 ناهينا عن الأمراض الوراثية الفيسيولوجية بنا وحنروح بعيد ليه محرجة طبيبة وعرفة بتقولون ان انت يعني على سبيل المثال وللأسف الأمراض النفسية بتبقى تأثيرها أسوأ من المرض الجسدي طبعا يا فندم طبعا لانه كل يوم انا بحتك بيه وبيطلع علي وبيبقى وبيأثر على سبيل المثال كل ساعة كل ساعة مش حكالنا بقى عن تشوهات الجسدي والمشاكل اللي بتحصل فيها والطربات القلب يعني لنا انا تخيل لكل اللي بيسمعونا ان حتى زواج الأقارب قد يخلف مرض وراسي من 82 مرض يعني احتمالية الإصابة بأمراض للأطفال 82 مرض فلانا انا نتخيل ده فلازم نشوف احنا ده من قبل الجواز ولانا انا نرتضي او لا نرتضي دي حتة مهم محدش بيجبر حد على حاجة فالقانون الزم ان يبقى فيه كشفة على الأمراض الورصية ودي حتة مهمة جدا جميلة جدا لان بنشوف أهالي يعني بتعاني الأمرين فإن جاب أولاد مشوهين أو عندهم بعض العوار أو بعض المشاكل زي السون دروم على السبيل المثال فده ده مهم مهم برضو اللي قاله القانون كنا زمان بقى حضرتك في القانون القديم لما تيجي الزوجة يحصل فيها فصال بينها وبنجوزها فتروح ترفع قضية نفقة للتعليم ونفقة للسكن ونفقة للأولاد وبترفع حضانة وبترفع سكن زوجية دلوقتي المقترح بيبقى في حوالي 15-20 قضية مرفوعة بتلفت حوالي النفسها بتلفت حوالي النفسها حتى لو تحصلت على مكتسبات بعد ما بتصرف على المحامين وعلى الإعلانات وعلى المواصلات ضعت فلوسك يا صبر تلاقي نفسها مسك الهوى بأيديها بقى لأ حبة حبة بوسط جدا مش ده اللي كانت تأمله في نفقتها فدلوقتي القانون قال إيه قال إن كل حاجة أو المقترح بتاعه بيقول إن كل القضايا تبقى فرقة واحدة النهار ما يبقى فيه مشاكل ينظرها قضي واحد فما يبقاش فيه جراءات تقاضي طويلة وما تلفش على المحاكم وما تنهكش ومش كل شهر قضية ومش كل أسبوع في حتة بالزبط كده هو ويحصل بقى تزويغ ويحصل تغيير عنوان ويحصل الألعيب والصغرات اللي موجودة في كل القوانين القديمة فدي حتة مهمة قوي إنه ريح الست يعني ريح بالها ريح حالها خلاها لما تخش في الجواز حتى لا قدر الله لو حصل الانتصال تبقى هادية تبقى مطمئنة مكتسباتها تجيلها من غير أي امتهان للكرامة أو بس لأي مجهود فكل ده نص عليه القانون الجديد اللي هو المقترح اللي بتناقش دلوقتي في مجلس النواب طب الأهم من ده كله قال إيه كان زمان في القانون القديم كان لما تبقى الزوجة تنفصل من الزوج لحد ما يحكم ليها بمبلغ للإنفاق على الأولاد كان بنك ناصر الاجتماعي بيطلع 500 جنيه كنوع من الإعانة طب دلوقتي بنك ناصر ما بيطلعش اللي بتتطلع النهاردة تعمل إيه في أولادها بنشوفها عالة على أهلها بنشوف الأهالي بيدجهم من وجودها هي أولادها بنشوف جودة الحياة بتقل لعرفة تعلم الولاد ولا تكسيهم ولا تديهم نفقات الغذاء حتى الأكل والشرب ببعض الأحيان ما بتعرفش تأكل ولادها بنشوف ارتفاع نسبة المرأة المعيلة بنشوفها بتتعرض للتحرشات الجنسية للاستغلال الجنسي بنشوفها ممتهنة بنشوفها منبوزة في بعض الأحيان طب عالنا من ده بإيه ففي اقتراح جديد معمول في القانون اللي لسه لم يقر بيقول إن احنا المفروض اللي بيجي دلوقتي يجوز نعمله حاجة اسمها صندوق رعاية الأسرة إيه صندوق رعاية الأسرة كل واحد يحط اشتراك الاشتراك كامل لسه محدش يعرف يعني ممكن يبقى 100 جنيه مثلا محدش يعرف كام فالاشتراك ده نشوف النسحة لما قد إيه والدولة ألزمت نفسها لأول مرة في تاريخ مصر إن هي تحط كمان قدهم يعني لما منها مثلا مليار الدولة تحط مليار وعائد الصندوق دوت يبتدي يروح للناس المطلقات انفاق عليها وعلى أولادها لحد ما يستقر بيهم مرفق الحياة زي المشروع النقابات والحاجات اللي بتعملها اللي بتقدم خدمات بالزبط ده صندوق من الناس للناس وللناس طيب من الناس يعني إيه يعني حتدفع فلوس مش كتير المخترح مش كتير لسه في سبيل التفاوض أنا ليه بقول الكلام ده لأنه كل خمس دقايق تطلع إشاء على الإنترنت يعني اللي بيفتي واللي بيهري وتطلع كوميك واللي بيهري واللي بيعمل كوميكس واللي بيستخف دمه واللي عمل لي أبو العريف وكل كلم ده ملوش أي أساس من الصحة للدرجة لنها شفت حالات خضعت للإنتزاز اللي موجود على السوشيال ميديا وعاوز تتجوز بدري يقول لك أنه حتجوز قبل يوم الأربع طب يا ابن ليه يا ابن يوم الأربع يقول لك قبل قانون ما يتطبق يا عم ده قانون لسه بتناقش أنت مين أنت عرفت منين أنت النواحي يا ابن يوم الأربع وعرفت إيه بنود ومنين لو حتش عارف ده إحنا لسه مقترحات وبنتكلم وبنتناقش وبنعدل وبننتقد مشروع لسه طبعا لسه مشروع خانون يعني حتى اللي عنده وجهة نظر عاوز يقولها في التشريع يقولها ويعرضها ويقول أسبابها ودوافعها والأثار المترتبة عليها ما يقودش قاعد بيناكب في الناس ويصدر لهم الإحباط والضغط وخلاص فدي حتة مهمة يعني حتى أنا ساعد بسأل نفسي سؤال بقول دلوقتي يعني لو أنا لو أنا بعمل فرح أنا شخصيا لما باجي أعمل فرح الفرح يقوله ده فيه عشرين كرسي زيادة وعشر كرسي زيادة وأكتر كمان في بعض الأحيان اعتبر نفسك أنت عامل الفرح بمئة دعوة بقى مئة واثنين يعني فيه اتنين زيادة لو الاثنين دول في الصندوق بيريحوك مسك موبايل مثلا بخمس سلاف جنيه اعتبره بستة يعني كلها في الرفايع كما أنا معرفش بس أنا بقول حتى نفسيا نتعامل مع الموقف ازاي لأن ده بيجنب مراتي اللي أنا طلقتي بعد كده المهانة والامتهان بيجنب أولادي الشعور بالحرمان والقصوى بيجنبني أنا إن الأولاد ما تحسش بالبر تجايف لما أكبر وعجز حتى لو أنا أسرت ما يبقاش فيه حق من جواهم لي ويفتكروا أيام الزل والهوان والحرمان فيتعاملوا معايا بصورة كويسة دي كلها أمور مهمة لازم إحنا نعرفها فقانون من الناس وللناس لو طلع بالشكل دوت حتى لو فيه بعض التحفظات على بعض الأمور أنا شخصيا متحفظ يعني القانون بيقول ليه مثلا لازم يبقى التلاق قدام القاضي أو الجواز من الأول يبقى قدام القاضي يا عمز كان راضي وأبوها راضي إيش دخلك أنت يا قاضي أنا بقول وجهة نظري كده يعني مش شرطة قوي يعني كده فأنا متحفظ على حاجات فبتكلم مثلا في صندوق رعاية الأسرة بقول ليه ما ناخدش من الناس اللي حتتجوز العامل يدفع مبلغ زهيد ورجل الأعمال مبلغ أقوى واللي بيمتهن في طبقة وسطة مبلغ متوسط وهكذا يبقى حسب الطبقة بتاعته أنا بتجوز للجوازة الرابعة ومعايا تلاتة على زمتي بقى أنا راجل مؤتدر طب ليه ما ادفعش في الصندوق أكتر أربع أضعاف الأول مرة اللي هو أول مرة قاعد بيكون حطراب لسه وليه لا يعني ليه ليه ما يبقاش فيه المخترحات دي ريفرش كده للقانون ليه ما نعملش محفزات يعني اللي متجوز بقى له عشرين سنة وما طلقش ودفع ألف جنيه بعد عشرين سنة عندهم له وعليهم ألف كمان مكافة مكافة في نهاية الخدمة ويروح يطلق بقى بيدي عندنا بعد كده يعني أنا قصدي إيدي بقى المحفزات ده لو تحمل عشرين سنة يبقى يشكر ده مش يحتاج مكافة ده يحتاج درعة إنما نقوله يعني على سبيل الدعابة ولكن في حقيقة الأمر ليه ما نعملش فيه محفزات يعني هو القانون جميل على فكرة ولو اتناقش بهدوء وببساطة وبالي ابتسامة الحلوة بتوعت حضرتك دي حنوصل بيه للسياغة آمنة لأن حضرتك لما تشوفي أنت المشاكل اللي بتحصل في الرؤية على سبيل المثال فالحضانة انت عارفة في القانون القديم الراجل ترتيبه كم في الحضانة نيمكن العاشر يعني عبر ما يوصل له الحضانة يكون مات لا بس هو ابن حلال وسطا ده منطيبة قلبه يعني القانون القديم يقولك أنا الحضانة تروق تقول لي مين للأم طب الأم اتجوزت يبقى الأم الأم طب أم الأم عيانة يبقى للخالة طب الخالة مش موجودة يبقى للخالة التانية ما فيش خالات تروح لأم الأب وتروح للعمة عبر ما يجي له هو عليه الدور يكون مات ما فيش الكلام ده في حدة في الدنيا فالقانون الجديد ده وتنظم الكلام ده لا خلى الولاية بتاعتها الحضانة للأب في سن صغير يعني أو في الترتيب قليل شوية ترتيب الرابع لما أعتقد اللي هو المحترح اللي بيوصق دلوقتي وهو منطقي وده منطقي طبعا طبعا مكتسب للأب كان زمان حضراتك الرؤية كان فيها مشاكل صعبة جدا الرؤية قانون الجديد دلوقتي بقى لا ده فتح بقى الدنيا وقالك السوشيال ميديا بقى والفيديو كل والجد يشوفه والجد يشوفه ودلع العيلة كلها يعني خلي ولد يعيش بإنسانية حاجة جميلة جدا قانون التمكين إن هي ما تصيبش بيتها وتبضل قاعدة علشان جودة الحياة لأن الأسف هي لما بتسيب البيت ويجيب لها شقة بره بتختل جودة الحياة جماعات الأصدقاء بالنسبة لبناء ما بيقوش هما نفسها جماعات الأصدقاء حتى المدرسة والصحاب المدرسة بتختلف جماعات النشاط بتختلف أمور ياما قوي أمور ياما فإحنا كنا محتاجين بالفعل قانون بدلة جديدة تمشي مع الشباب الجداد ومع الشعر الجل ومع الباضي إيمج مع لغة العصر إنما اللي فات ده أو القديم بدلة قديمة مهترقة مش قادرة تداري عورات اجتماعية كتير كان بتحصل في الأسر المصرية فالقانون ده يريد كلنا ندعمه ولو حد عنده ملاحظات يبعت يبعت لقيل الأمر للي بيسيغه القوانين وكل واحد فينا على تواصل معه مجلس الشعب عنده في الدائرة أو نواب أو شورة يبعت له حتى على صفحات السوشيال ميديا بتاعته لو مش قادر يكلمه مباشرة يقوله مخترحاته إن منسيب نفسينا الآخرين يتلعبوا بعقولنا ويتجروا بمشاعرنا ويقدروا مزاجنا العام ونقعد نهري في كلام على الفاضي يبدل طاقتنا ووقتنا ده أمر غير مرغوب ياريت نواجه الشائعات في مواجهة القانون ده سعيد جدا أن حضرتك طرحتين المناقشة لأن على فكرة اللي بيناقش بموضوعية مش كتير واللي بيعمل سبوت عليه مش كتير فالناس ابتدت تقاوم القانون وهو لسه ما زال مشروع قانون وقبل إصدار القانون فمهم جدا الناس تبقى مهيئة لده القانون بيعالج الجواز العرفي بالمناسبة اللي فيه كوارث فيه كوارث ومتجرة بيستات وبصمعتها وبشرفها وبأولادها وبإنجاب أطفال مجهولين نسب كوارث وملاهاش أي حقوق في القانون الجديد بينظم ويقنن ويعالج كل العورات اللي كانت موجودة في الجواز العرفي شوفي الكوارث اللي كانت موجودة في الطلاق الشفهي أنا شفت حالاتي يطلقها ويسيبها معلقة أما ربنا قال ما تزرهاشك المعلقة ما تزرهاش بالمنظر ده وقد إيه قاعد بينكل بيها وبينكل بأهلها المشكلة مش هالت بتدفع التمن المشكلة للأب والأم اللي ربه وشأة وكافح وكدح بعد العمر ده كله هو واهن في مرحلة متقدمة من العمر بدل ما يشوف مصم الحصاد بيشوف حصاد مر بيشوف بنته هي بتزل بتتهان بيسمع شتمته بودانه بيتجرجر في المحاكم بنشوف مقاسي بتحصل كان لازم يسن لها قانون ما يمتهنش الإنسان ويحفظ على كرامته وعلى كبرياءه وعلى استقراره المادي وبالتالي استقراره النفس نورتني دكتور وليد هندي استشاري لعلاقات النفسية بجد كانت فقرة لذيذة جدا ربنا يا رب يصعل الناس كلها وإحنا اللي بنشكرك وحنكمل مع بعض كل حاجة جديدة موجودة في مجتمعنا المصري فقرتنا خلصت مع دكتور وليد أتمنى لكل اللي بيتفرج علينا ذاتي أكون قدرت أعمل سبوتلايت أو أوضح إيه هو قانون الأحوال الشخصية الجديد إن هو إزاي معمول لمصلحة المتزوجين معمول لمصلحة المرأة معمول لمصلحة الرجل اترعت فيه تغيرات الجديدة مش أي حاجة مكتوبة على السوشيال ميديا حقيقية ياريت نفهم ونعي ونرجع للمختصين عشان نعرف حقيقة اللي بيتكتب عندنا فاصل صغير كثير مننا بيجيلوا إحساس بالوحدة أو شعور بالوحدة بالرغم إن هو بيكون وسط أهله أو وسط صحابه هل شعور الوحدة ده سببه مشكلة جوه الإنسان ولا سببه عدم موجوده مع المناسب أو مع نقول إيه مع اللون اللي يتناسب أو يتماشى معي موضوع صعب مش أي حد ممكن يتكلم فيه عشان كده بينورني حد متمكن وخبير وداخل بتقلو على هذا الموضوع اللي كل بيخاف يتكلم فيه بنورني الأستاذ محمد يراقي استشاري العلاقات الدكتورية أهلا بيك أهلا بيك زكرا دكتور إزا حضرتك إيه هي الوحدة الوحدة هو شعور نفسي بيسيطر على البناء آدم بيخليه حس إنه هو مش مفهوم حتى لو هو وسط ناسي يعني فيه فرق ما بين إن أنا أكون وحيد فعلا وفيه فرق ما بين إن أنا أكون عندي شعور بالوحدة فيه ناس ساعات بتخلط بين الاتنين فيه ناس الوحدة بتتفرض عليهم كوحدة اجتماعية لكن أنا هنا بتكلم عن الوحدة كشعور عاطفي أنا بحس فيه وأنا مع زوجي وأنا مع مراتي وأنا مع صحابي وأنا مع أهلي وأنا مع أخواتي بحس بالغربة بحس إن أنا مش مفهوم مش مسموعة محدش حاسس بي محدش مهما تكلمت عندي يأسم غربة آه غربة إحساس بالغربة ده الشعور بالوحدة تمام طيب الغربة دي يعني أنا اللي حواليي مش فهمين أنا حاسس بيه ولا أنا مش عارفة تتكلم اللي اتنين هو لا هو يعني اللي حواليك هيفهمه إزاي وإنتي مش عارفة تتكلمي ما هو أصلا الشعور بالوحدة يعني غير اللي إحنا قلناه هو بيبقى صوت داخلي بيتغزة الصوت دوت بيبقى يعني ليه آثار سلبية كتير جدا وليه مخاطر كتير جدا طبعا يعني الدراسات الوحدة تسبب في الوفاة الوحدة دي حقيقية دراسات حقيقية الوحدة بتزيد أمراض الضغط والقلب بنسبة 32% الوحدة بتخلي الإنسان متوتر وقلقان من المستقبل فالإنسان ساعات بيستهين بهذا الشعور وهو شعور بيبقى مؤلم جدا بيخلي الحياة بيض ويسود بتحسي أنت كأن فيه كده عارفة فوق بنفسي عارفة كأن فيه خرم كده أنت فيه فراغ بيبقى فيه صوت هوا كده بيدخل أنت مش حسة أنت مش حسة بأي حاجة أنت شايفة الناس بس مش حسة بيهم وحسة أن الناس كمان مش حسة بيهم شايفاني أنا مش موجودة بالزبط وبالتالي بيبقى فيه مرارة إحنا فيه عندنا خطوة في البرنامج العلاج اللي إحنا بنشتغله اسمه الرأس مع الوحوش واحد من الوحوش دي هو وحش الوحدة لأن كتير لاحظت أن فيه ناس موجودة في علاقات مزيفة عشان هي خايفة من الوحدة بتتجوز شخص غير مناسب عشان هي خايفة من الوحدة بتروح تعمل تحاول تملى نفسها من بره بنجاحات مزيفة أو أو بإدمانات زي إدمان الشوبينج أو إدمان الأكل عشان هي خايفة من الوحدة ساعات الخيانات اللي إحنا بنشوفها في البيوت دي عشان الزوج أو الزوجة حسة بالوحدة وهي مع جزء فبالتالي بيهربوا لحد تاني حسوا معابل ونس حتى لو كان ونس كداب حتى لو كان أمان مزيف بس عملية من الهروب فساعات كتير البنى آدم لما بيبقى مش عارف يتخلص من الوحدة وبشكل صحي بيهرب منها بطرق سلبية الطرق دي بتبقى مدمرة للذات ومدمرة للعلاقات الحقيقية لأن هي بتبقى مجرد مسكن وقتي أنا باملة بيهل ثقب النفسي دوت عامل زي اللي باملة كده إيه أنا عندي ثقب رحملي مناديل بس في الحقيقة إن أنا بعد كده بلاقي نفسي رجعت أسوأ من الأول لأن التمن بيبقى غالي طبعا لو أنا فعلا النهاردة هربت بشكل سلبية التمن بيبقى غالي طبعا طب أستاذ محمد معاليش أنا هسألك إيه اللي يخلي زوج أو زوجة في علاقة صحية أو في علاقة زواج شرعية في الإطار الشرعي المعلنة قدام المجتمع يحس بالوحدة مع الشريك حياته طبعا حاجات كتير بس من أهم الحاجات دي إن بيبقى فيه أزمة في التواصل وده طبعا نتيجة برضو لحاجات كتير لها علاقة بإن إحنا أصلا يعني عندنا مشكلة في التعبير عن مشاعرنا والتعبير عن أفكارنا مش كلنا تربينا بطريقة وجدانية سليمة تخلينا نقدر نعبر عن مشاعرنا ونعبر عن كامنا وكتير مننا لما بيعبر بيحس إن هو مش مفهوم حتى في العلاقة الزوجية فبالتالي بيقرر إن هو ينسحب وهو جوه العلاقة يعني بما إن بقى البيت مكمل فالبيت بيكمل هو والعيال لكن أنا جوه العلاقة خلاص بحس إن أنا مش مفهوم عارفة إيه مشكلة الوحدة مشكلة الوحدة مش في الوحدة مشكلة الوحدة إن الحد اللي حاسس بالوحدة ده بيبحث إن هو الوحيد اللي كده فهو بيدخل في حتة تانية خالص بقى يعني أنا الوحيد اللي حاسس بالوحدة يقوم يصعب عليه نفسه يعني يحس بقى إن هو شفق عزاد بقى يبتدي يصعب عليه نفسه يقوم بعد كده بعد ما تصعب عليه نفسه يدخل بقى في دوامة من الأحزان ويبتدي يلاقي نفسه عاوز يتخلص من هذا الشعور بأي طريقة مهما كلفه الأمر حتى لو جي على نفسه أو حتى لو فضل مكمل مع شخص مش مناسب أو حتى لو تعرف على ناس مش حقيقية المهم أنه هو ببقى عاوز يسكن الألم ده بأي طريقة لأنه بيبقى مركز عليه جدا 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 ومن خلال ملاحظته يعني في شغلي مع الناس في أربع مواطن بيشعلل فيهم شعور الوحدة بينشط بيتحصل له اكتيفاشن المواطن الأول في المرض الجسدي يعني الوحد لما بتعبان جسديا بيحس بالوحدة لو هو عنده الشعور أصلا موجود بيحصل له اكتيفات لما بيبقى تعبان جسديا بيحس أنه محتاج حد يسأل عليه حد يرعيه حد يقوله ببقى ضعيف يتعجز عليه يسمر عليه في الوقت ده في الوقت التاني برضو اللي هو ساعة الفرح يعني حتى ساعة الفرح بينشط الشعور بالوحدة بيبقى الواحد محتاج يشارك فرحه ده مع حد من أصعب اللحظات اللي ممكن تعدي على أي حد إنه هو يكون عنده فرحة نجاح أو بيتجوز أو عنده حاجة وما يلاقيش حد يشاركه فرحه ساعتها الإنسان بيحس بمرارة جديدة جدا بالزبط كده من الأوقات برضو الإنسان بينشط فيها عنده الشعور بالوحدة الأزمات والمشاكل البناء أدمين اللي ما عندهمش قدرة على التعامل مع الأزمات والمشاكل بتلاقيهم بيحسوا بالوحدة بشكل أكبر من غيرهم سواء بقى الأزمة دي أي كانت أزمة أزمة فقدان شغل فقدان أي حاجة وآخر حاجة بينشط فيها الشعور بالوحدة بشدة جدا طبعا ساعة الانفصال هنا أنت بتحسي الوحدة في أشدها عشان كده في ناس بتعيط بتموت لما بتيجي ساعة الانفصال لمجرد أن هي مرعوبة من فكرة أنها ستبقى لوحدها يعني مش قلم عادي لا ده بيبقى حالة من الرعب أن أنا حبقى وحيدة تاني هرجع تاني للصوت دي يفترسني للوحش دي يفترسني حتى لو أنا في العلاقة مع الطرف التاني أنا مأزية نفسيا أو جسديا حتى مأزية نفسيا مأزية جسديا أن الإحساس بالوحدة بالنسباله هو أخطر بكتير جدا من فكرة أنه هو يبقى في علاقة معه زي عشان كده مهم جدا احنا مش بنشجع الناس أنها تبقى وحيدة لكن مهم جدا أن أنت يعني أو أي بني آدم سواء راجل أو ست يفرق ما بين أنه هو يكون أنه هو وحيد وبين أن يخلي خوفه من الوحدة يتنازل يتنازل عن كرامته يتنازل عن أنه هو يبقى في علاقة مع واحد يزله وخلي بالك البني آدم المؤذي لما بيعرف أن اللي قدامه خاف من الوحدة بيستغل ده وبيفضل يخوفه من الوحدة وبيفضل يهدده أنه أنا كل شوية هسيبك وأنه أنا مش هقدر أكمل معاك يضغط عليه طبعا طبعا لأن طبيعي إزاي بقى نتعامل مع الوحدة هو ده السؤال المهم أنا بحبش فكرة السؤال إزاي تخلص من الوحدة لا إزاي نتعامل مع الوحدة خلاص أنا وصلت للمشكلة والوحدة مضطرة وجهة الدنيا بقى الوحدة لأن خلينا نتفق على حاجة الشعور بالوحدة هو شعور إنساني طبيعي بيمر بيه كل الناس يعني لسه كنت ماشي في وسط البلد من كم يوم حاسس بالوحدة ده مش معناه أن أنا وحيد عاري الناس بتفتكر أن الناس النكحة أو الناس الشغلة في مجال ما بتحسش بالوحدة كلنا بنحس بالوحدة فأول حاجة لازم تفهم أن أنت بناقضا طبيعي لو بتحس بالوحدة طب إيه اللي بيخليك غيرك غير الناس إيه اللي بيخليك تبقى حاسس بالإحساس ده بشكل مبالغ فيه أن أنت بتركز على الإحساس بتختص فيه بتضرب فيه غطس وبالتالي بتحس بمرارته وبتحط مع الإحساس ده شوية إيه تحبيش بقى يعني أنا مش وحيد بس لا ده أنا وحيد ومرفوض ده أنا وحيد والناس ما بتحبنيش ده أنا وحيد وصعبان علي نفسي وطبعا هنا بقى طب طب ليه صعبان علي نفسي ما عليش فيه حد وحيد مش هيصعب عليه نفسه يعني أنا وحيد وبقدر الناس وبتعامل معهم كويس والإكسبتيشن بقى أن الناس تردلي فيجي أنا مثلا في فرح أو في حزن ملاقيش نفس اللي أنا بعمله مع الناس فبتصعب عليها نفسي تمام لا ما هو خلي بالك هو علاج الوحدة الناس كلها ده ما تقول لك انزل أعمل اكتيفتي روح مش عارف تير في الجو الكلام ده حلو روح الجام الكلام ده حلو بس مش هي دي الحلول الحقيقية للوحدة دي عوامل مسعبة الحل الحقيقية للوحدة أن أنت تعرف الصوت الفويس فتون بتاع الصوت بتاع الوحدة بتاعك بيكلمك إزاي لأن كل واحد ليه صوت وحدة كده بيكلمه بطريقة معينة فاعرف الصوت دوت تاني حاجة افصل عنه الشحن يعني لو فيه أغنية بتهيج مشاعرك وبتخليك تحس بالوحدة وتحس أن أنت حتعيط بلاش تسمحها بلاش تقعد مع حد يحسسك أن أنت مرفوض أو أن أنا مش قابلك ابعد عن أي حاجة ممكن تهيج مشاعر الوحدة جواك افصل الشحن عن الصوت لأ دا احنا بنموت في الأغنية الحزيني ما هو دا اللي بي ما هو أنا بغز الشعور أنا بعمل كثافة للشعور وارجع أقول أنا عاوز أخلص من دا تمام تاني حاجة إيه بقى تاني حاجة أعملها أن أنا أشحن صوت التعافي يعني إيه أشحن صوت التعافي يعني بيبقى فيه صوت مضاد لهذا الصوت صوت المنطق أرد على نفسي بالمنطق بمعنى إيه مش أنا الوحيد اللي وحيد فيه ناس كتير وحيدة مش معنى أن أنا مش مرتبط فأنا فاشل ومش معنى أن أنا دخلت علاقة وانفصلت أو فشلت في العلاقة دي فده معنى أن أنا كده بناء آدم وحش وخلاص حياتي انتهت اتكلم مع نفسك بالمنطق إحساسك بأن أنت الوحيد اللي حاسس بالوحدة والمبلغة في الشعور ده حيدمرك نفسيا وحيوصلك للإكتئاب وحيبوص حياتك وحيزقك على علاقات مزيفة حتبقى مش عارف تخرج منها بسبب خوفك من أن أنت تختبر الشعور ده آخر حاجة خالص لازم كل شخص مننا يعرف أننا حمر بالشعور بالوحدة ده بس ما سيبش نفسي ليه فيه جزء كبير من إحساسي بالوحدة حيختفي لما أنضج نفسيا وروحيا ممكن يكون أنا دلوقتي دخلت علاقة وانفصلت أو لسه سنجل أو مش لاقي الونيس الحقيقي ما عودش هدبد في الأرض زي العيال لأ أنا محتاج أسلم لإرادة ربنا واعرف أن ربنا السيناريو اللي مخترهولي ده هو أحسن سيناريو لي حتى لو أنا من وجهة نظري أن ده مش أحسن حاجة لأن أنا المفروض أبقى مسلم لربنا وفاهم أن في خطة مش بتاعتي أعمل دوري بس أسلم إرادة ربنا على أقدم الكلمتين دول بساط لكن تنفذهم وربطهم بأرض الواقع ساعات بيبقى صعب أنا أتقبل الوضع اللي أنا فيه ده أنا مش أتقبله ده أنا بقى على يقين تام إنه هو ده أحسن سيناريو لي لكن المشكلة فين؟ المشكلة في الدراما اللي أنا بعملها لما ببقى رافض الوضع ده أنا بقول إن أنا الحمد لله راضي بالوضع الحمد لله كله خير بس أنا من جواه وجع وجع الوجع ده بقى أنا بركز عليه إنقل تركيزك من على هذا الوجع وركز على النعم اللي في حياتك عارفة حضرتك إنما يبقى أصبعك كده ملسوعة مثلاً تلاسعتي في البتجاز وتتلعيلي من المدى كده آه تسوتي كده وأنا فيه ايه دكتور عمي مالك آه تلاسعت مهما أنا طمنتك وقالتلك أنت بخير أنت كويسة أنت إش تسمعيني ليه مش تسمعيني أنا بركزة في الألم اللي عندما بالظبط كده فالبنا آدم اللي بيركز مع الجزء النقص اللي عنده مع الألم بتاع الوحدة بيبقى معروس ممكن حياته تبقى مليانة حاجات كويسة ممكن يبقى عنده ناس بتحبه ممكن يبقى عنده خير ممكن يبقى عنده شغل ممكن يبقى عنده صحة بس هو مش شايف كل ده هو شايف الحاجة دي بس شايف الوجع ده وانا ما بنكرش عليه وجعه على فكرة لانه هو وجع فعلا وجع شديد بس كمان وبعدين لازم يتعلم ازاي ينقل تركيزه من على هذا الوجع الى المناطق الكويسة في حياته مش عارف يعمل ده يروح لمتخصص يساعد نفسه يعمل بقى الحاجات البقية اللي هي الاكتيفتي بقى يخرج بره سجن نفسه لان الوحدة سجن البني ادم بيسجن فيها نفسه فيخرج يفتح كده يفتح كده باب السجن ويخرج يخرج بقى لبني ادم زيه يساعده يخرج بقى لحيوان اليف يحاول يهتم به يخرج بقى لزرع يزرعها يرعاها المهم ان هو ما يسيبش نفسه الباب مقفول عليه ويرمي المفتاح بييده بعيد وييقس ويقع لان فعليا الوحدة لما البني ادم بيسيب نفسه ليها بتبقى وحش قاتل بتفترسه وممكن تزقه في مناطق ما عرفش يخرج منها ابدا طب لو سألتو استاذ محمد الشعور بالوحدة او المشاعر دي ليه دايما بتسيطر على المرأة اكتر من الراجل لا هو يعني فيه اعتراض هنا على هذا يعني هم مش دايما ولا الست هي اللي بتتكلم الست هي اللي بتتكلم واصلا الكلام ده كويس يعني انا اعرف رجالة كتير عندها الشعور بالوحدة بزيادة يعني بس انت زي ما انت بتقولي كده بروفو عليك هو الست فعلا ممكن تتكلم حسة بالوحدة حسة بالكلام لكن الراجل بيبقى حلو قوي عجبني السؤال دوت لانه هيودينها لتفصيلة مهمة تعارفة الخرم اللي انا قلتلك عليه دا الرجالة بتحب الدريه بتحبش حد يشوفه عارفة اه انا مش عاوز بتعترف انه موجود بتخاف انا وحيد انا وحيد لان خلي بالك الاحساس ان انا عندي عزوة وعندي حد بيحبني دا بيدي قبول اجتماعي فان انا بقى وحيد وحاسس بالاحساس دا بيبقى احساس مغزي ودي من اكتر الحاجات اللي بتخلي الشعور يزيد ويكبر رفضك رفضك لشعور الوحدة بيزود الوحدة خوفك من ان الشعور دا يظهر للناس ومحاولة تخبيتك ليه وتبين ان انت كويسة بيزود الشعور مقاومتك للشعور بيزود الشعور الانكار ان هو موجود اساس انكار ان هو موجود بيزود الشعور الحل كله يكمن في تقبل هذا الشعور مش الاستسلام ليه لا تقبله ده شعور إنساني طبيعي كل الناس بتمر بيه سواء موجودين في علاقات أو سواء هم وحيدين فعلا والبناء ده مزكي والواعي هو اللي ما يستجبش للشعور ده بطريقة سلبية عن طريق ان هو يبقى مستعجل في دخول علاقات مزيفة او ان هو يملى الشعور ده بصاحب ملوش لازمة او صديق كداب لان احنا لما بنبقى محتاجين صاحب او صديق او حبيب ممكن نجيب اي حد يا دكتورة ونحط عليه اللقب ده والمشكلة هنا ان انا لما بحط لقب صاحب وحبيب وصديق على واحد ببقى مستني منه ان هو يتصرف معايا كصاحب وكحبيب وكصديق على حسب اللقب او المنزلة اللي انا حطيته فيها اللي انا محتاجها وبالتالي لما هو ما يعملش دوت ايه اللي بيحصل ليه بتوجئه وببتد يقول ازاي صحبي يعمل معايا ازاي حبيبي يعمل معايا كده ازاي وهو ولا صاحبك ولا حبيبك ولا صديقك احتياجك هو اللي خلاك تحطي اللقب ده عليه وتتوجعي وتتخزلي وندخل بقى في دايرة مفرغة ان الوحدة بتقتلني وما فيش حد بيحبني وما فيش حد بيقدرني وعزلة واكتئاب وقلق وعلشان اخرج من الشعور دوت ابتدى ادور على حاجات مزيفة اخرج بيها ونفضل في دايرة مفرغة لحد ما البناء ده محياته تخلص عشان كده كل واحد لازم يبقى واعي واعي باللي بيحصل جواه وانا مش عارف الناس بتستهيني ازاي بالوعي الذاتي وبالتعافي من الحاجات ديت في بعض الاحيان وهي واقع يعني ببقى شايف ان كل واحد محتاج يبقى واخد باله ايه اللي بيحصل جواه قبل اللي بيحصل براه نورتني استاذ محمد ده رائي استشاري العلاقات النفسية بجد كانت فقرة جميلة وهنكمل الاسبوع اللي جاي ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله شكرا دكتورة اتمنى لكم تكونوا وكلكوا استفدتوا من الفقرة الوحدة حاجة من جوانا ومش معنى ان انا الوحدي ان انا اجيب اي حد وحطه في المكان اللي نقص لما بتعور بعد ما بحط الشاش والميكروكروم اول حاجة اما الجرح بيخف ببقى عاوزة اربط اشيق افك الشاش لانه بيتحول لشيق مشوه ايدي فاصل صغير قد كده راجع لكم تاني موسيقى هي اولادنا ربنا يخليهم لنا ويحافظ لنا عليهم تربية الاولاد مستهلة والتعامل معاهم مش بالبساطة اللي كانوا بيتعاملوا بيها اباءنا وامهاتنا معانا دايما اقول او دايما الكلمة دايما بدوس عليها احنا اولادنا مظلومين اولادنا مظلومين بسبب التكنولوجيا والعصر السريع اللي هم عايشين فيه بسبب التليفون والانترنت اللي في ايديهم كلهم ولي بيخليهم مطلعين على العالم انعكف دوت عليهم في ان كل واحد فيهم بقى له طريقة معينة في التعامل وفي التعبير ظهر الهادي والمنطوي ظهر الشائي ظهر 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 هل المفروض انا اتعامل مع ولادي ازاي؟ هل المفروض ان انا ماجي اتعامل معاهم اساوي ما بينهم؟ يعني انا لو جرت لدوت فيه امهات كثيرة تجيب لي ده بلوفر احمر ده بلوفر احمر ده اقدر ده اخضر هل ده صح؟ هل ده قدام فيما بعد بيولد بينهم من نوع من انواع شعور بالغيرة وبيخلي دايما الاقي يقارن نفسه باخوه وان هو لازم يوصل للي وصله اخوه اتعامل معاولادي ازاي؟ هل انا ببقى سبب او ممكن اكون سبب انهما لما يكبروا ما يكونوا استند ويشدوا من عون بعض ولا لا؟ ده اللي هتكلمني عليه النهاردة بفتي دكتورة ايمان الرئيس اتشاري النفسي والتربوي اهلا بك يا دكتور ايمان اهلا سلام يا دكتور ازاي حضرت بنوراني مرسي مرسي شكرا احنا جايد هنتكلم في موضوع مهم جدا وامهات كثير بتقع في الغلطة او في الفخ بتاع بتقرم ما بين ولادها او بتقول ده مريحني ده بيسمع الكلام ولا لا ده شاقي ده 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 ايه لقى بعدين بتاع ده مشكلة العصر المقارنة يعني دايما لما بلاقي فيه طفل عنده مشاكل العنف او بيكره اخوه او بيحاول ياخد حاجات اخوي يكسرها او يقولك مابا مش بتحبني مابا مش بيحبني يا رب اموت يقول حاجات فضيعة جدا على سنه الصغير ببقى عارفة ومتأكدة ان انا تنتج من الاسرة اذا كان مقارنة او اذا كان تفضيل 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 بيفضلوهم عن بعض يعني مثلا ييجي يقولك ايه والله اصدق شبه جدته اصدق شبه مامته اصدق انا شايف نفسي فيه اصدق انا صغير كنت بعمل نفس التصرفات دي كلها صدقي ده بيفكرني بوانا كل الحاجات اللي احنا بنقولها بطريقة عادية بتتبرمج وتتسجل جو عقل الاطفال يعني انا اما اقول الولد او البنت انت بتفكرني بنفسي وانا صغير انا كده ممكن اعمل تفريع او لازل في نفس اللحظة اقول لابني التاني حاجة فيه كويسة بدل قلت الابني ده ده انت بتفكرني وانا صغير الله وانت بتفكرني وانا كبير الله انتوا لتنين حبيبي معهضش في قاعدة اسرية وامضح طفل عن طفل حتى لو بيجي ساعت فاقول لابني اقول لك ايه السنة نفسي بقى زي اخوه فبشجعه عشان امدح اخوه قدامه عشان هو يلأ ده بيحصل العكس معينا الطفل عقله ما بيعافش يفكر زينا ما بيعافش يقارن زينا ما بيعافش يحط نفسه مكاننا وانا نقول ما بيتقبلش اخوه كمثل اعلى ليه خالص هو مش فاهم هو مش فاهم لسه حتى لما اقول لك حاجة حتى وحنا كبار هتلاقي كده لما بابا يقول لك مثلا اختك دي احسن منك فانت يجريك نغصة كده في قلبك تقولي يعني انا وحشة لأ لازم لما نيجي نتكلم نقول مميزات الاتنين عشان كل راحت فيهم يحب يكمل التاني او يحب يبقى زي التاني لكن لما نقول انت حلو انت كويس خليك زي اخوك بقى عمره ما هيبقى زي اخوه ده هيحاول يقلل من اخوه هيحاول يهد الحاجات الكويسة في اخوه لمجرد ان انا انت دحت ده وده لأ طبعا الجيل اللي طالع جيل عايز شوي التفكير واتقان في التربية لان احنا مش بيربي لوحدنا احنا بيربي معينا سوشيال ميديا بيربي معينا مدرسة نادي بنربي معينا اسرة ما بقتش دورها موجود فبقى في بديل ليها للأسف الام والاب منزل الشغل فبالتالي عند حضرتك بقى فيه بداي للام والاب مدرس مدرسة كابتن في النادي صحاب أهل صحاب فلازم نحط دايما بعيني الاعتبار ان انا ما بيربيش لوحدي فلازم يكون المصدر الاساسي ليا لولادي انا لازم في التربية بالزيت طيب الكلام مع الاطفال يا دكتور ايمان لو قلت ان انا هوجه طفل واخوه موجود او داع غلط او داع المفروض اتعامل صح ازاي؟ طيب هنقول مثلا لو فيه طفل غلط غلطة كبيرة من أكبر الأخطاء الكارثية انه عاقب أخين قدام بعض ازاي؟ كارثة ما هم مجدين عاديين مع بعض في نفس البيت؟ اخد الولد التاني على جنب اللي واحده في القوضة وده ووجه مثلا درب اخوه اه انا بقول اهو ابسط حاجة اه انا كنا بنقطع بعض احنا صغيرين زمان زمان دلوقتي الاطفال عقليت اللي في برايمري كأنه الابتدائي كأنه في سنوي وفي قعدية دي فاهم وبيوفي يكرم معيك يقولك من حقي ما تعمليش كده لازم نحترم الجزئية دي فانتو هتعملوا من هما كبار عشان يبقوا رجالة طول ما انتو بتحافظي على مشاعرهم بعدم الايهانة وان احنا بنقلم من كرامتهم ويطلعوا بيخافوا على كرامتهم وبيخافوا على كرامت اللي قدامهم ما يهينوش حد فانتو ما تهينوش قدام اخواتي حتى لو غلط قدام اخوه ليكي ايه بقى؟ تغديه وتوجيه عشان يطلع يعتذر هو مقتنع ان هو غلط ويصلح غلطه مثلا درب اخوه دايما بقى فيه خناقة انا قصنا عشان يمكن في المجال ده بقى لي سنين فدايما قوليك ايه؟ هو اللي ضربه لا معه اكيد التاني عمله حاجة لازم تشوفوا المشكلة ما تشوفش نهاية المشكلة شوف الاول ده ضرب ده لي ممكن يكون التاني مستفز فانت بتغديه على جنب بالروحة بتعليمي بقى ازاي تصر عملك ايه؟ طب انت كنتموك تعمل كده بدل كده انا سمحتك بس هو مش مسامحك لازم تخلي اخوك سامحك ولازم تفكر في حاجة تراضي بيها حاجة بيحبها حاجة نفسه فيها هتهاله غير انت لازم تستخفر ربنا وانت بص زعلت كم حد ما زعلت اخوك ما زعلتهش لوحده من هنا الطفل يبتدي يفكر قبل ما بيعمل اي تصرف ان مش هيبقى الضحية ليه اللي قدامه بس فيكبر عنده ايه بقى؟ وعي نفسي الجيل اللي طالب عنده وعي مبقاش انا بعمل حاجة كتا احتاج بالمسئولية عن التصرف الصحة او الخلط بالزبط كده بالزبط عشان كده عقاب الاطفال بالزبط دلوقتي بيبقى مدروس احنا كنا بيقول الاول ايه؟ ماينفعش خاص المدرسة القديمة مع احترامي ديها مدرسة القديمة العيني وعراسي بس ما تربيش الجيل ده دلوقتي فيه اساسيات في المدرسة القديمة اللي والأدب والاحترام والقيم والأخلاق ازاي بقى توصلي ده للولاد بتوعد الوقت عشان ميقوش عليك الموضة قديمة او يعوضوا قدامك وبتحكوا وبتريقوا عليك بس هم بيعملوك كده هم انت قدامهم ممتازين صح يا ماما بتتكلمي صح يا ماما ومش هيعمل اي حاجة هو بيغطي كلام ده عقلك اه تعرفي مين بقى فعلا ان ابتدي يقتنع بكلامك بقى لما ينقشك صح يبتدي ينقشك ويه جدلك الطفل مش الطفل المراهق مجادل الطفل الصغير معترض المراهق دايما يجدل طب ليه وش معنى طب انا عملت كده لازم ترضي على كل تساؤلاته لازم عشان هو يبتدي يبقى انت المصدر يجباع عنده المعلومات اللي جواه حتى اعتراضه بتعافي زي تخليه اعترض طب دكتور ايمان في ظل الظروف اللي احنا عايشينها ومطلبات المادية الكتير كتير مننا بيبقى طبعا مش هيقدر يلبي التطلبات المادية او بيبقى بيعنده مشاكل مادية مع اولاده هل الصح ان انا قعد المشاكل المادية مع اولادي واتنقش معهم ولا لا السؤال الحالي ده والله العظيم بس يا والسؤال ده في وقت ودائما انا بقول على السوشال ميديا وفي المحاضرات وفي كل اللي بقدر اوصل من خلاله معلومة قلوهم لازم ولادكو يشاركوكو كل الظروف المادية ويساعدوكو مش بس يشاركو كده مثلا انا متعودة من انا كل اسبوع مثلا بخرجوا من اكل في حتة غالية طب انتو ايه تقترحوا ايه اقترحات تاني كل واحد يكتب اقترح ايه بدل المكان ده ممكن ما هو تعملينه اكل انه وضع في البيت حصل كذا مكان كذا دايما بقول لما يبقى عندك شاب في سنوين وفي الجامعة نزلوا يشتغل نزلوا يشتغل نزلوا يساعدك عشان يحس بقيمة القرج انت مش بتهينه على فكر خالص البنت قاعدة في البيت خليها تفكر ازاي تستسمر قاعدة النت نجيب حاجة عن طريق النت تاخد كورسات تاخد دورات تبتيت اعمل بيزنس الفترة اللي جاية انا بقول الله يكون فعون رب الاسرة بجد رب الاسرة داي تشال على الراس ليه هيشيل مسئولية كبيرة لازم كلنا نساعده لازم كل يعني لو انا كزوجة او كأولاد اقل حاجة ممكن اعملها ان انا اشكره واوفى الجوة حلوة للبيت وولادي كمان يكونوا راضين انت ابني يبقاش راضي لما اكون بوفى له كل حاجة من غير ما يتعب ما تعبش فعايز دي يا مم اجيبها عايز دي يا مم اجيبها اكل في حتة فنية برحتك يا خبيل خد اللي انت عايز انت يقدر بقى ويحس اما اقول له لأ انت عايز تجيب دي حوش مش هلقدر نجيبها دلوقت شوف الارخص شوف البذيل يبتدي الطفل عنده كمان فكر ازاي ان انا اقدر وخلي بالي من شعوره اللي قدينه طيب فيه اباء او امهات كتير بتلاقيها دايما بنتي او ابني نايم طول النهار ده ما بيصحاش المغرب ده بيأكل يصحا عشان يأكل وينام ده ما بيسمعش الكلام دايما دايما بتعدد النول للعيوب او الاخطاء اللي بيعملها وما بتتحورش معا ده ممكن يأثر ازاي عليها طب ده الجملة دي فيها حاجات كتيرة كارسية اول حاجة الامة بتوقفاتك ان يلعب مش عليها يلعب على حضرتك ازاي طبعا انا لازم اخلي ابني مرتزم ادخلي صحي صحي يلا تفضلي وراه ما تسيبهوش نايم عندك وقت وبعدين فطرة المراحقة هو الطفل بيعمل كده لازم قب قب يوجه مفيش قب الكلمة المعتادة احنا مثلا مش موجودين مسافر لقدة ولا توفى في بزير مجغول في بزير ميرجع بالليل تعبان معي زنايا في جد في عم في خال في اي صورة من صورة الزكور قدام الولد المراحق عشان يقدر يسمعني ويفوق حبيبي مستقبلك ما تنايمهوش كده الكارسة بقى ننسي ممكن الامة تسرد عيوب الابن وهي بتتكلم في التليفون مع اي حد فالابن بيشيل منها فبيعمل ايه معاها بيعاند لو عايز يقومه صحي طب انا مش هصح لانك توجهت لي بالنصيحة بطريقة غلط انك قلت له انا عايزك تبقى مسعن كويس او عايزك تبقى ما تقوم يلا وتشوف مستقبلك او قوم زاكر بطريقة مش مناسبة لي فهيعاند معاك ولو دخلت في عند مع ولادك ولادك هيكسبه مش انت اللي هتكسب طيب لو اتكلمنا عن الاطفال دلوقتي كتير منهم بسن نقول ايه صغير بيبقى عنده الموبايل بتاعه بيبقى عنده الاكاونت على الفيسبوك هل المفروض الحاجات دي تبقى خاصة بيه ولا هل المفروض انا ارقبه ودايما ادور ودايما مفروض تحت العاشر سي ما فيش موبايل اصلا اصلا انا ابني ما يمسكش الموبايل عشان ما مووتش جواه كل الحاجات اللي ربنا خلقوا فيها اللي هو ايه اللي علاقات الاجتماعية الزكاء تنمية المهارات ان هو يبقى عنده حتى حب باستطلاع للاشياء اللي حواليه سوشيال ميديا تحت عشر سنين انتو بتدمروا ولادكو وانتو مش واخدين باكو مرقبة دا لازم يعني انا عندي كلمة كده شهيرة اوليه الام في زالوا مني انا هاعد رقبك لحد ما اوصلك لبر الامان وما فيش حاجة اسمها برضو ارجع اقول ثقة عشان ثقة لأ الثقة دي بدي هالو في ايه بقى عشان الناس تفهم الثقة ربي الثقة في ابني ما تديه له مسئولية ربي الثقة في ابني لما خليه بيقدر يتكلم ويعرف يرد عنده اتخاذ القرار بسمعه كتير بيعمل حاجات الخاصة به هو وانا فخورة به عمري ما كان ان انا اجل ابني موبايل يعود عليه طول النهار من غير مرقبة ثقة بالنفس اجي هنا اقول لي حالتك ام مقصرة واهل مقصري وبيزلموا ولده نورتني دكتورة ايمان الريس استشاري النفسي والتربة ولمسينا دكتور ايمان شكرا شكرا للأسف فقرتنا وبرنامجنا خلص بجد استنفعت اننا كنت معاكم النهاردة يا رب تكون الفقرات كلها عجبتكم يا رب نكون قدرنا نقدم مصايح لكل الاسرة المصرية اشوفوا الشكو على خير الاسبوع اللي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة